ارتفعت الرسوم الثابتة في تركيا بنسبة 50% ورسوم الأجهزة الذكية وبعض الصلع بنسبة متفاوتة بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية التركية يوم الجمعة السابع من تموز للعام الحالي كما شمل أحد القرارات رسوم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من خارج تركيا لترتفع بنسبة 228% إلى 20 ألف ليرة أي قرابة 765 دولاراً بعد أن كانت 6091 ليرة أي ما يعادل 234 دولاراً بالنسبة لارتفاع ضريبة التقييد هي أثرت أكثر شيئاً على المستهلك لأن أغلب المستهلكين كانوا يأتي من أوروبا أو كذا أقل الاشتماع وجهازه يأتي تركه بتركيا كون هون الأجهز غالي بتركيا فأثر بنسبة 100% على المستهلك كون التطريق سابقاً كان 6000 هل ارتفع على العشرين ألف يعني تقريباً ثلاث أضعف يعني فعالياً صفى البشتري جهاز من تركيا القيتلي أحسن الشيء أفضل الشيء يعني هون سعره أفضل أما نحن بالنسبة لنا كما بيها حالياً ما أثر علينا نحن اللي أثر علينا هي الضريبة العشرين في المية ارتفع سعر الأجهزي يعني صار جهاز غالي كتير عن المستهلك صدرت هذه القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يتحدث عن رفع الضريبة على الشركات من 20% إلى 25% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال لكن هذا الارتفاع أثر بشكل فوري على الأسواق خاصة التكنولوجية منها بشكل عام بتركيا بحدود مثلاً نحن بالنسبة للمجال تبعيتنا بمصلحة تبعيتنا بمجال التكنولوجيا والكمبيوتر الضرائب كانت 18% رفعت للعشرين بالمية هل هذا الشيء مو بالضرورة يعني أنه كل المنتجات الكمبيوتر واللابتوبات والتقنيات أنه هي زيادة عن بره تركيا فقط 20% لا فيسا في زيادة ضرائب يعني بشكل تقريبي أنت لما تكون عم تحاول جيب منتج من بره تركيا وممكن يكون شبرك تبعيته لحد 30% بدأت تنعكس هذه القرارات على أوضاع المعيشة اليومية للسكان في تركيا خاصة مع ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل هل ما يمكن يؤثر القرار الأخير برفع قيمة الضريبة أكتر بس اليوم نحن كسوريين عايشين بتركيا وحتى كأتراك يعني ما بس قيمة الضريبية هي المؤثرة اليوم في عندك ارتفاع بأعجار المنازل ارتفاع بمنتجات الغذائية اليوم يعني اللي عنده عيلة يعني دوبة عم يلحق يصرف عليها يعني للعيلة للأمانة فمدخوله مع بيكون مناسب لصرفه يعني اليوم منين الشخص بده يعيش لم تقتصر القرارات على رفع الرسوم على الأجهزة الذكية فحسب فقد زادت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من ثمانية عشر في المائة إلى عشرين في المائة كما ارتفعت الضريبة على السلع أساسية كالمناشف الورقية والمنظفات من ثمانية في المائة إلى عشر في المائة تأثر سوق المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية في تركيا بارتفاع الضرائب الأخير خاصة بعد تحول هذه المنتجات من الكماليات إلى الأساسيات في عصرنا الحالي والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا